نحكي على سيطرة مجموعة من الطلبة على زوز مباني في جامعة كولومبيا الأمريكية وغلهم معانتها معها نصف الليل ونصف تقريبا نذكروا الاحتجاجات التي تشاهدها الجامعة بدات منذ عشرة أيام تقريبا المطالبة بوقف العدوين على غزة وهذا يجي كرد على التصارفات التعصفية متاع جامعة كولومبيا تجاه المظاهرات السلمية والأهم منها رفض مطالب الطلبة والمتمثلة في صحب الاستثمارات ملكيين المحتل والعافو عن جامعة الطلبة التي طالتهم العقوبة والمظاهرات الزيدة صارت في جامعة تيكساس الشيء اللي خلت شرطة تدخل بسلاح والعنف لفضل الاعتصام نعطيكم هما 16 جامعة صايرة فيها الاحتجاجات العنف والاعتقالات نعطيكم بعض من الأمثلة منها نورث إرستن جامعة ماري واشنطن جامعة جنوب كاليفورنيا وغيرها من الجامعات لأن الاحتجاجات ما تران وقت اللي تكون في النخبة في الزبدة في العقل اللي هما الطلبة فإنه تكون الإحساس بالخطر يكون أكبر لدى الحاكمين طبعا نوفل وأحنا حتى في تونس يا نوفل كانت المدرسة والجامعة أقوى من المجتمع للبران في السنوات الأخرى المجتمع ولا هو اللي يقوم بالمظاهرات تو رجعت الأمور إلى ثوابتها الجامعة وقت تتحرك الجامعة وتتحرك النخبة هذه وقت يحس الحاكم بالاختر وعلى مدى الأحداث التاريخية اللي صارت في العالم دي ما كانوا الطلبة هم عنوان هذه المظاهرات إن شاء الله إحنا زادة مدرساتنا ترجع إلى ثوابتها وتكون هي تقود المجتمع لأن الطالب أو التلميذ مفروض هو مثقف رقم واحد في المجتمع ونضم صوتي لصوتك خوية نوفل خطر الخوف من إيش خطر هذوكم اللي عامل وضاهلات هذوكم هما غدوا لش حكم أمريكي هذوكم لدي سيدور هذوكم الفونداتور صحي ورجال الدولة المستقبل هذا صحيح حاولوا بش ما تحكيوش كتبدأ عندكم جمالة سطحية أو حاجة والله أخوية نوفل الشي اللي يوجع القلب واللي يحشم أي؟ إنه معنتها الجامعات الأمريكية في اليابان وفرنسا قاموا وثاروا من أجل قضية عربية ما قامت فيها حتى معنتها واخذينها ببساطة استسهيل ووجيعة فقط نمشي